بنروحز احنا لما يشتد الكلام والغضب التعبير على الغضب الشعبي لزروف المعيشة السيسي دايما بيتكلم الناس كلمة متكررة دايما يقولهم انا وعدتكمش بالعسل وبالانهار وبالبتاع كده يعني انا احنا طبعا فعلا كنا جايين عشان جايين اللي رأسوا لك كانوا كنا جايين يتمتعوا بسحنة مهيتين امك طبعا لا انا معاك في دي لا ده انا هزود لك كمان يا سيسي واقول لك ما هو اكثر انت مش بس ما وعدتش الناس لا ده انت وعدتهم ان انت هتفشخ تلاتة ماتين هو في عنده فيديو معروف طبعا كلنا مع وزير الدفاع وقالوا ما فاش حاجة يعني لما لما نضحي بجيل ولا نضحي بجيل ولا اثنين تحس يعني يجيبهم كده ورميهم في البحر ما فاش حاجة لما نضحي بجيل ولا اثنين الجيل علميا ولغويا هو فترة تلاتة وتلاتين سنة كل تلاتة سنة بيحصل جيل فهو الراجي بقول لك ما فاش حاجة يعني لما نضيع ايه ستة وستين سنة في مقابل ايه في مقابل ان البلد تعيش او الله ايه البلد تعيش بلده اسرائيك اه هو نهيك طبعا الحرب العالمية التانية كلها مضحتش بجيل على بعضه يعني الحرب العالمية التانية اللي مات فيها ستين سبعين قلب سبعين مليون مضحتش بجيل يعني ما كان قل من جيل يعني يعني انت لو شفت بدأوا يستعيدوا زمام الامور امتى كان قل من خمسة وعشرين سنة مضحوش بحد يعني اه البلاد بتبنى في قل من عشر سنين يعني سبع تمان سنين بلاد كتير يعني لكن هو الراجل بيقول لك نضحي بجيل ولا تنين ولا اتنين يعني ستة وستين سنة وخلاص ادى القرار ادى القرار اه المشكلة بقى ان هو لما بيقول لك انا قلت لكم ان انا بضحي بجيل ولا اتنين هو مفروض ما يقصدش يعني هيضحي بيهم مقابل مسلا في العيد القطع المبارك لأ ده بقول لهم بضحي مقابل البناء ايه بقى اللي انت عامت في البناء يا امك ايه بقى ده بقى يعني هو ضحي داخل بيضحي الناس يعني مش مستحملة اول جيل مع ان الراجل قال لكم انا بتكلم طبعا على اه ابناء اه رقصات اللجان ابناء النزلات الصيفية اكل الطيون ابناء زنة الشباشة من نتاج مراتب الكاراتيه بكلهم يعني هو قال لكم قال لكم انتو رضيتو وانزلتو رقصتوه او يعني بالتحديد امك نزلت رقصتوه وانتو سقفتو او بالتحديد ابوك كان بيسقف فهو مغلطش ما اجذبش عليكم ومغلطش بالنسبة ان هو بدي بلده اللي بيحبها بلده امرها ما تشرب بالامان غير لما تنتهي دولة مصر بلده بلد ملكة تاني لكن اللي انا عاوز اسأله لك طيب هو هو بيبني عمل ايه يعني انت لما تيجي انت كابن لزوة صيفية وقاعد وجوع كلك ولما اخذها الاندروير بتاعك الرقعة مش هفترقعه تاني فهتقول لي عاوز دخني انافسك ده هتقول لي ما احنا عشان نبني مصر ابنها في ايه يعني ايه دلال ان هو بنا مصر بعد كل اللي عمله كل الفشخ ده ايه الدلال بنقول مسلا عمل صناعة قوية مسلا انت عندنا حاجة من الصناعات قوي سيبوك بقى من شوية ولاد اللي هم بيجي منزلك مصانع ومش عارف ايه كده ومتاجر ومكابس وكده انت بتصنع ايه? انت ايه بتصنعه? مش هولك بتصدره ولا بتصنعه يعني صوت كل مصنع بينزله صورته في عشرين تلاتين مصنع بباع. يا رجل ده 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 باعه مصنع الحديد والصول مش باعوه دول كهنوه مصنع حديد والصول مصنع الحديد والصول اللي هو اساس اي حضارة يعني. فمصانع مثلا ما فيش. طيب نقول مثلا زراعة. هو هيعتمد على الزراعة. اه مش عارف يعني اه مش عارف. غير بقى لو هيزرع عنها يشوف. اللي احنا شوفناها طبعا في موضوع نهر النيل. بالتخلي المتعمد عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل. بيقول ان هو مش من خططه اللي هو هيعمل زراعة. طبعا يقول لك تبطين الترع. بعد ما عادوا يبطنوا الترع. دي عوز حلقة. بعد ما عادوا يبطنوا الترع تلات سنين. اتصرف مش عارف واحد كان كاتب الرقم مش عارف سبعين مليار جنيه مصري. الراجل قال لك ايه? على فكرة بقى. اه طبطين الترع ده مش صح. فقط عاوز قوله خلاص يا خلاص يا ست الوزير. الوزير قال كده. خلاص يا فاندق خلاص ما عليك. مش هنبطن مش هنبطن ترع تاني. ده لان ابن ماليكة كان محدي كده قال لك بطنوا الترع. اساسا ده ناجح في الاعدادية باربعة وتلاتين في المية. ده النجح ده تقريبا في تلات مرة. انا مش بحزر. فهو اللي يعني المهم. فمسلا زراعة صنوعة. طب التعليم مسلا يعني اليابان بيقول لك ايه? الشاب الياباني من دول يقول لك ايه? يقول لك اه عاوز اه يعني تعمل نهضة اهتم بالتعليم. بس. طب هل اهتم بالتعليم? ده هو طلع نفسه يقفز. بيقول لك ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع. هيقول لك ايه تاني. هيقول لك ايه اكتر من كده. ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع. احنا طبعا كبني قدمين. اه مش محتاجين دلائل يعني احنا ما. مش شوف وش امه خلاص فهمينه ما اعمل اول. لكن انت زي ما قلنا ابن نزو صيفية قاعد لما اتجوع قرصك وعاوز تجد نفسك مبرر. هتجد ايه? مش بها الظرورة هتقول ايه? يعني ايه? يعني ايه جملة اضحي بجيل ولا اتنين? ده هتطر ما عملهاش. ما عملهاش. هو كان عاوز يعني يضرب الجيل اللي هو موجود كله. هو بيقول لك جيل ولا اتنين ليه? نضح بيه ليه? ازاي نضح بيه كمان? يعني ازاي? مين قال ان ان انت عشان تبني البلد ان ان انت بتفشخ الناس ستين سنة الله طبعا لما تفشخ الناس ستين سنة. الناس اه ولادهم هيعيشوا ازاي اصلا? مش يبعليهم ولاد. ده هو اساسا بيقضي يعرف في ما سيقول لك ايه عن بكرة ابيهم. ده هو بيضع مسيح عن بكرة ابيهم بيمنحهم من الزواج اصلا. كل عن طريق بقى كل حاجة عن طريق الغلاء الفاحش. عن طريق قوانين اللي مش عال. انت شفت وشه وهو بيقول لك ايه? هتجهوز بقى ما فيش بتاعة التموين. يعني بصرف النظر طبعا عن بتاعة التموين وهو بيزل الناس بيها اللي فيها شوية عدسة واصفر وكده بس اصبحت ثروة بالنسبة المصريين. اصبحت فهو مش عاوز يعني مش عاوز يعني مش عاوز يقول فيه مصريين اصلا. قبل الله. طيب نلوم وهو? نلوم وهو? ولا نلوم ولاد الرقاصة? نلوم مين? نلوم ولاد الرقاصة. طيب مين بقى لنلوم قبل ولاد الرقاصة? جيش. لان هو من غير الجيش. هو مخبي اساس ما ساكن فين? اه الله فهو الجيش ده هو اللي مقعده. هو اللي مبسكه الميكروفون. هو اللي بيخليه زعق. هو اللي بيخليه قولها دكتور مصري. هو اللي خلبيه بمنتهى الجرأة. يقول انا ضحت جيل ولا اتنين الجيش. ويعني عتاب شديد للاخوة الاعزاء اللي بيزعاروا لما بقول ايه? جيش اطهر من في ايه? ها? مو مسلا. ودي كلمة لغة عربية. عشان يوتيوب. ان التعريف اه بتاع هذه الوظيفة ان ايه من تبيع شرفها مقابل المال. تعاوز يعطي كده واحد اه جيش باع ارضه وباع ارضه. جيش بيجيلوا الامر بيقتل اهله وناسه في سينة بالطهيرات. جيش جاله امر من اسرائيل قبض على الرئيس بتاعه. جيش بقى اتفرط في النين. ماذا? هتقول لي ما وفي ناس مجبرة. ماشي ما وفي مومس مجبرة. بتتفرجش افلام حسن الامام اللي ايه? انا بتبقى مجبرة والله. بس ايه? يعني واحدة بتخش تبيع جسدها مقابل المال في بيت مخصص لكده. وهي مدائقة وزعلنا جدا والظروف اكبرتها زي ما الاستاذ حسن الامام بيقول. دي بيبقى اسمها ايه? دكتورة عيون? لا اسمها برضو. بنادر نقول ان هو مجبر. هو مجبر. اه الضغط بيزيد قوي دلوقتي. الضغط اللي هو ظروف المعيشة اصبحت غير ادمية. وهو بيطالع يقول الناس انا ما عدتكمش بانهار العسل في بجاحة متناهية في حماية شر انجاز العرض. ونشوفكم على خير ان شاء الله.